في أي مخاوف من فكرة أن أعمل عملية مناخيري كمريض؟ هو طبعاً دلوقتي التقدم الكبير جداً وخبرة الجراح بتفرق يعني خبرة والشغل الكتير أنت حضرك مش بتكلمني كمان في تجميل أنت بتكلمني في علاج مع تجميل آه اللي هو التجميل الآن في الوظيفين والنتشراللوك اللي هو الجمال الطبيعي فدلوقتي يعني دراسة إحنا ما تجيلي الحالة لازم أدرس طبيعة الجلد وبرضو الاكسبيكتيشم بتاع المريض يعني مثلاً فيه جلد تخين جلد سن رئي أصعب تشالنج للجراحة هو الجلد التخين أو جلد الفيرسن الجلد التخين ما تبانش فيه التفاصيل اللي احنا بنعملها فالمرض عنده هايكسبيكتيشن توقع رهيب من العملية فلنجزم أكون قونست معه وصريح أقول له أنت جلدك تخين الاستجابة حتاخد وقت معايا لأن حتى التورمات اللي بعتك الجراحة في الجلد التخين بتاخد شوية وقت اللي هي الإديمة والتورم الخفيف ده أما في الجلد اللي هو سيمي نحفناها من شوية دي جلدها فعلاً طب بس حاجة ما بتعلنش يعني للمريض تخوفك من نوع الجلد أنت بتتصرف بقى يعني أنا بتتصرف بس برضو أنا يعني هو دلوقتي الناس كلها بتتخش على الميديا والعلماء والجراحين في مسؤولة بدأ يتكلموا الناس لأن الناس كان يقول له كان عايزة أدخل لعمل عملية أكيد أنه بيعمل ميك أب عايزة أدخل لعملية أطلع يلاقي نفسه حالو مينفعش ده جراحة وإحنا بنلعب في الأنسجة فلازم ولها أصول ولها حاجات